السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم في حد بيسأل لو انا عندي روف على شكل دايرة وعايز اخليه في سلوب اعمل ايه? تمام? حاجة بالشكل دوت. طيب خلينا نلغي دوت ونعمل احنا واحد خاص بينا اهو. وهقول له ان انا عايز ارسم روف بايفوت برينت. ماشي? وهقول له ان هنا انا عايز على الروف وقول له اوكي. وهبدأ ارسم على شكل دايرة. طيب لو انا وانا بارسم اعرفت السلوب. تمام? ومعتقد ان انا كده حاليت المشكلة بسهولة. اكتشف لأ ان هو عمله على شكل قمعة او على شكل هرمي او حاجة زي كده. فهقول له ادت فوت برينت وهلغي السلوب. طيب ممكن اقول له السلوب الراو. وابدا اقول له مثلا عايز السلوب من هنا. ما اتشغلتش. طيب هقول له بقى لاين كده. وابدا اقول له انا عايزه مثلا من كده. بالشكل دوت. وقول له اوكي افاجأ فعلا ان هو نفع السلوب هوت وشغل معايز ايه الفول لما فيش فيه اي مشكلة خلص. فدي طريقة نفعة. نفعت كويس الحمد لله وشغلت هاي الفول. طيب خلينا نلغيه. هو كده انا عرفت ان الميل من نحياتي اللي نحياتي. وقول له كده نفيش سلوب. ونشوف طريقة تانية. ولو هو ان انا هقول له. وابدا اختار مثلا النقطة زي كده. وابدا ان انا اطلع بها او انزل بها. هايبدأ يعمل لي الحتة بشكل دوت. ولو انا عايز اكثر دقة ممكن اضيف نقطة. يعني انا عندي اختيار هنا ان انا اضيف اضيف اد بوينت هنا وهنا وهنا. بحيس ان هو يبقى ميل بشكل اضق او لو انت عايز تعدل فيه او تتحكم فيه. تقدر تحكم فيه بالشكل دوت. فدي طريقة تانية نافعة.